وصلنا دلوقتي في الرحلة السحرية بتاعتنا للشهر السابع من الحمل أول معلومة عايزة أبتدي بيها الشهر السابع مع حضراتكم معلومة يعني قوية جدا إيه هي بقى؟ جملة حركة الجنين هتبتدي تقل الملحوظة دي من أهم المعلومات اللي هتسمعيها من الطبيب المتابع لحملك ولازم تعرفيها خلال الشهر السابع من الحمل وبمعرفة المعلومة دي هتقل مش هتختفي لقدر الله هتقل بس عن قبل كده لما تبقي عارفة المعلومة دي هتكوني متطمنة تماما لما هتشعري بتغير نمط حركة الجنين إلى الشكل الأهدى أو الأبطأ شوي والحقيقة أن السبب وراء نقصان حركة الجنين أو هدوء يعني حركة الجنين شوي في الوقت ده إنه بيكون اكتمل نموه بشكل شبه نهائي يعني بالبلد كده بيكون الجنين كبر ما شاء الله شغل حيز الرحم بالكامل تقريبا فبالتالي المساحة اللي كان بيتحرك فيها بقت أقل بقت أقل بكتير قوي عن الشهر السادس مثلا أو الشهر الخامس يبقى لما تتبعي واتقرني حركة الجنين في الشهر السابع مش المفروض تقلقي خالص ليه؟ لأنك زي ما قلنا ممكن تلاحظي إنها بقت أهدى من الأول يعني أهدى شوية عن قبل كده لكن تكوني بقى متطمنة مش قلقان تكوني متطمنة ليه؟ إن النمو طفلك ما شاء الله ماشي بشكل ممتاز وطبعا مصدر الاتمئنان ده في المقام الأول بيكون المتابعة الطبية الدقيقة لحالة الحمل يعني أي حد بيتابع الحمل مع طبيب أو طبيبة من تخصص أمراض النساء والتوليد هتلقون بيقولوا لكم الكلام ده بكل تفصيل وأدعو الله أنهم يقولوا لكم بكل تفصيل ما يبقوش سرع وكده ياخدوا وقتهم كده معاك وهم بيشرحوا لكم وزن الجنين خلال الشهر السابع من الحمل ممكن يصل إلى كيلو وميد جرام إلى كيلو ونص مع طول يقارب 42 سنتي وطبعا هيفضل الجنين محافظ على إيقاع ضربات قلبه المنتظم واللي بيكون أسرع من الشخص العادي وده لأن سرعة ضربات قلب الجنين في الوقت ده بشكل طبيعي طبيعي بتكون حوالي 150 ضربة كل دقيقة يعني نبضه 150 تمام؟ الجنين في الوقت ده من الحمل اللي هو في الشهر السابع مش بس بيكون قادر أنه يسمع الأصوات خارج الرحم بشكل كامل لا ده كمان بتكون عيونه مفتوحة فيقدر يشوف الضوء قدرة الجنين على أنه يفتح عينيه ويقفلها بتساعده إلى حد كبير قوي أنه يتعلم أساسيات الإحساس والتمييز بين فترات النهار والليل من قبل ما يتولد يعني طفلك بيتولد وعنده فطرة يعرف بيها فطرة يعرف بيها أن فيه وقت اسمه النهار ووقت تاني اسمه بالليل المبدأ ده لما تكون حضرتك مقتنعة به هيساعدك جدا بعد كده على تنظيم فترات نومه إلى حد ما خلال الشهور الأولى بعد الولادة والاستيقاظ الطفل فيها بالليل يعني بيكون عشان الرضاعة مش المفروض أنه يمنعه من استكمال واستمرار نومه بعد ما ياكله يجبع يعني بعد ما ياكله يجبع لو التبطبي عليه كده وكل ما يجبع في الرضاعة هتلاقي يرجع ينام تاني لأنه بيبقى متجهز عرف أن الليل ده بتاع الهدوء وبتاع السكون تمام؟ بالمناسبة في المرحلة دي بيكون عند الجنين حواجب ورموش وبيكون حجم راسه متناسب مع باقي جسمه وهيفضل يمرن نفسه على عملية الرضاعة من خلال وضع صباعه الإبهام في فمه لفترات أطول ده الشهر السابق